إذن سحب رعدية وغبار في البادية وأجواء حارة نسبية عصراً وتقص دافئ إلى معتد الليلاً والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير من المتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة في عامة مناطق المملكة ولكن بالنظر إلى خرائط الهطول الأمطار الواردة لدينا هنا في مركز تقص العرب نجد أن هناك بعد ساعات ظهر يوم الخميس بمشيئة الله متوقع أن تنشأ حالة من عدم الاستقرار تحديداً في منطقة البادية الشرقية من المملكة لذلك نود التنبيه من وجود فرصة لزخات أمطار رعدية قد تكون في تلك الأوقات في منطقة البادية الشرقية ننتقل سوياً لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة وبالنظر إلى خرائط درجات الحرارة الواردة في مركز تقص العرب نجد أن الأجواء تكون دافئة إلى حارة نسبياً في عامة مناطق المملكة ومن المتوقع أن يبدأ تأثر المملكة مع يوم الجمحة بمنخفض خمسين جديد قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر ولكن سنعطيكم باقي التفاصيل بالنشرات القادمة أما فيما يخص هذه الليلة في العاصمة عمان فمن المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئياً درجة الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية وسرعة الرياح قد تصل إلى 13 كم في الساعة ننتقل سوياً لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان خلال ثلاث أيام القادمة ومن يوم الخميس حيث تكون الأجواء غائمة جزئياً درجة الحرارة من 27 إلى 18 درجة ليلاً أما يوم الجمعة فالأجواء تكون حارة نسبياً لتكون من 29 درجة نهاراً و21 درجة ليلاً أما يوم السبت فمتوقع أن يكون هناك مياح نشطة قد تثير الغبار لتكون درجة الحرارة 30 درجة مئوية نهاراً و15 درجة ليلاً ننتقل سوياً لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة ونبدأها شمالاً من إربد حيث تكون درجة الحرارة من 28 نهاراً إلى 18 درجة ليلاً في المفرق من 30 إلى 17 درجة ليلاً جرش من 30 إلى 18 درجة ليلاً وفي عجلون من 26 إلى 15 درجة مئوية ليلاً في مناطق الوسطى من عمان 27 إلى 18 ليلاً في الزرقاء من 31 إلى 18 درجة ليلاً في البلقاء من 27 إلى 18 درجة ليلاً في مادبة 28 إلى 17 في البحر الميت الأجواء تكون حارة نسبياً لتكون من 35 درجة بأوية نهاراً إلى 22 درجة ليلاً ننتقل جنوباً من الكرك 27 إلى 18 درجة ليلاً في الطفيلة من 25 إلى 17 في معان من 28 إلى 15 في جبال الشرع من 23 إلى 14 درجة مئوية وفي العقبة من 35 إلى 24 درجة مئوية في منطقة البادية الشرقية والمناطق الشرقية في الويشد يوجد هناك فرصة لزخات أمطار رعدية مع رياح نشطة لتكون درجة الحرارة بين 31 درجة مئوية إلى 19 درجة ليلاً في الصفاوي كذلك الأمر من 33 إلى 19 درجة ليلاً وأخيراً في الأزرق من 34 إلى 20 درجة مئوية ليلاً كانت هذه أبرز التفاصيل الواردة لدينا هنا في مركز تقص العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة